تانية بقى الحكاية التانية بقى هي حكاية فيها تنين تنين وإخي اتنين ده رقم جميل هي الحكاية التانية فيها تنين أتوجه أتوجه بكل السعادة وبكل الحب إلى النادي الموهوب إلى النادي العظيم إلى النادي الجبار الى النادي القوي نادي الزمالك الرياضي النادي الملكي بفوزه بكأس مصر بصوا جماعة اللي تعامل امبارح مش ماتش اللي تعامل امبارح لوحة فنية ايه لعب الزمالك ده ايه الموهبة العبقرية دي على فكرة الزمالك امبارح فاز بالموهبة انت بتتكلم على خمستاشر ستاشر لعيب موهوب جدا انا عايزكم تتفرق انا شو اتفرجت على الماتش تاني بصوا على اللمسات بصوا على الحركات بصوا على الامكانيات هذا نادي ملكي هذا نادي عبقري معليش خلونا اتكلم شواء عن الزمالك لانه منبارح بيتكلموا عن الاهلي خسر ليه مش الزمالك كسب ليه تعارفين طبعا اول ما يغلص الماتش يقولك لا 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 الاهلي محتاجين احنا ما لناهم طب واللي كسب ده بعدين بعدين مش مهم مش مهم فانا بقول لحضراتكم ان الزمالك قد فاز بالامس لانه عنده عدد من اللعيبة الموهوبة عنده عدد من اللعيبة الشابة العبقرية عنده عدد من اللعبين اللي كان عندهم ثقة فريرة ده مديهم ثقة غير عادية انبارح الزمالك كان ممكن يخلص الشوط الاول اربعة خمسة مستريح انت تلاعب نادي مستسلم النادي الاهلي في الشوط الاول كان مستسلما كان مرتبكا كان تعبانا كان مرهقا لم يأتي النادي الاهلي في الشوط الاول بالامس خالص انت بتتكلم على لعيبة زي الجزيرة وزي بن شرقي هو اللي عمله بن شرقي امبارح امبارح بن شرقي يا جماعة كان بيلعب بيقول لهم ايه انا عايز اقفل افلشيك بلفت هدايا انا عايز اعمل لكم حاجة حلوة حاجة عظيمة حاجة جميلة عشان دايما تبقى فاكرني الولد امبارح شايد كرة في العرضة العرض قابت ان الكرة تدخل علشان خلاص القائد الشناوي ادايق بقى القائد الشناوي ابتدى يزعل القائد الشناوي امبارح كان عنده يعني كوابيس مع اللي بيجرى يا جماعة نحن نتحدث عن خط دفاع ولا مرة هاجمناه غير وعدنا منه محمد